اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والعمل المشترك مع النيابة بما يدعم جهودها في انصاف ومساعدة الضحايا من جانبه اكد دكتور الشويخ ان المملكة حققت العديد من الانجازات في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص خلال السنوات الماضية والسعي للبناء عليها وتعزيزها من خلال العمل في نيابة الاتجار بالاشخاص في تثبيت حقوق الضحايا وانصافها ومحاسبة الجناء لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر